ترجمة نانسي قنقر في حق الصعفي زياد الهاني لأنه قال كلمة حق في حق الصعفي موراد المحرسي وليد جروق وهو نقابي أمني وراء القضبان كيف كيف لأنه قال كلمة حق ومزال الدور على الناس الكل نوردين البحيري يريد أن يسكت كل الأصوات في دونس لا فلي أعلم نوردين البحيري ونذير بن عمو وزير الرش علي العريض ومن وراهم الإرهابي الغنوشي أن الشعب التونسي اللي حرر لبلاد هذه من دكتاتورية بن علي لن يخضع الدكتاتورية الدينية نوردين البحيري يريد أن يسكت كل الأصوات في دونسي الأبراية للصحابة التونسية واقفواً لكل يا بحي لي يا شباب ينتهي لي يا شباب سلطرة أبعة اللي يوم القيام بتقولي تحرك هذا من المدفل حاكم تحقيق العديد خليتها بالاعتبار أنه ضرق استخداملية القضاء ومثل من استخدام القضاء مواجهة التعليمات مواجهة التخريب القضاء مواجهة استعمال القضاء كعساها ضد الصحفيين وضد حرية الرأي والتعبير اليوم ثلاثة محاكمة ثلاثة صحفيين في نفس الوقت بعد ما تم يعني المصور صحفي تم حجزه وتم اطلاق صراحه اليوم فمه هجمة جرسة من حركة النهضة مباشرة ضد الصحفيين حركة النهضة عن طريق قياداتنا عن طريق لوز اللي قال يجب ضرب الصحفيين واليوم عن طريق الادات عن طريق وزير العد الفعلي نوردين البحيري يحاول يمر مباشرة لتنفيذ التعليمات هذه واليوم شفنا مهزلة وفضيحة في تاريخ الخضاء التونسي حتى بورديبو بن عليم مكانوش يستعملوا هالمسرحيات الهزلية يعني أنه قرار إيقاف يعني يكون جاهز منذ يوم أمس واليوم فقط مسرحية لا سماع يعني التحقيق مع المتهم ولا سماع مرفعات يعني المحامين بشي يعني مريع جدا اللي صار اليوم شي مخيف أنه فمانية للسيطرة على الإعلام فمانية اللي إسكأت كل قصوات الحرة ما اليوم كل الناس اللي تعرضت والأحدات تحدثت على الأمن الموازي وحركة النهضة كل الناس تحدثت على مفاد فساد في الحكومة الحالية أنه يتم استهدافها ولكن كنتما شوف وقفة صحافيين أنه بصابت واحد ورافضين لهذا التجين ورافضين للديكتاتورية اللي بشتطوم من نوع المجديد واللي بشتبدأ عن زفر صماتنا فيحاد ابلحوة الناس فيحاد الداخلية فيحاد الداخلية فيحاد الداخلية فتعان الداخلية فان الداخلية هو ه protective اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة